موسيقى شنى نشطاء تابعون لجباة البوليساريو حملة انتقادات ضد مماثلية الجزائر بالمحكمة الدولية لتثوية النساعات وذلك بعد نشر هدي الأخيرة لثدوينة على مواقع التواصل الاجتماعية اقتصرت فيها دول المغرب العربية على أعضائه الخمسة وندد النشطاء عبر سيل من التعليقات بتجاهل المماثلية الجزائرية لذكر جباة البوليساريو باعتبارها جزءا من المغرب العربية موشيرين إلى أنهم سبق لهم تذكير رئيس هذه الثمتلية بما اعتبره خطأا فادحا إثر مقال سابق نشر على صفحة التمتلية تم خلاله كذلك تجاهل جباة البوليساريو بيذا أنه لم يعر ذلك أي اهتمامه وكانت مماثلية الجزائر بالمحكمة الدولية لتذوية المناثعات التي وجد مقرها بالعاصمة البريطانية لندن قد نشرت تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت فيها إلى أن شعارها لسنة 2020 سيكون نعم لوحدة مغاربية قوية المغرب العربية الكبيرة المتحدة وعددت فيها دول المغرب العربية الخمسة من خلال أعلامها الوطنية وهي المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس صواريخ أمريكية جديدة ستعزز قدرات الجيش المغربي في مواجهة الأخطار المحدقة بالمملكة إذ من المرتقب أن تحصل القوات المسلحة على صواريخ أمرام الأمريكية متوسطة المدى في صفقة عسكرية جديدة ستعزز الترثان الحربي للبلاد وحصلت شركة رايتون مثل أريزونا على عقد غير تنفسية بقيمة 768 مليون دولار من أجل إنتاج الثواريخ متوسطة المدى المتقدمة لصالح المملكة ويهم هذا العقد إنتاج الثواريخ التريبي الشوية ونظام القياس عن بعد وقطع الغيارة وغيرها من أجهزة دعم هندسة الانتاج الحربية وستتم صناعة هذه الثواريخ في ورشة توكسون بولاية أريزونا وينطوي هذا العقد لمبيعات عسكرية أجنبية غير مصنفة إلى كل من أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وأندونيسيا واليابان والكويت والمغرب وهولندا والنرويج والسلطنة عمان وبولندا وقطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية والثاروخ أمران فائق المرونة دو توجيه ذاتي تستطيع الطائرات الحربية المغربية حمله واستخدامه كما يتميز بالقدرة على مقاومة التشويش مما يمنحه القدرة على التبديل من توجيه ثاروخي نشط إلى توجيه يعمل على إشارات التشويش من الطائرة المستهدفة كما أن البرنامج على متن الصاروخ يسمح له باكتشاف ما إذا كان يتم التشويش عليها ويقوم بتوجيه الثاروخ إلى هدفه باستخدام نظام التوجيه المناسب ويطمح المغرب أيضا لإقتناء نظام الصواريخ باتريوتا الذي يمثل نظاما دفاعيا صاروخيا أرض متوسط المدى مصمما لمواجهة جميع التهديدات الجوية سواء كانت عبر الطائرات المقاتلة أو بدون طيار أو ثواريخ باليستية أو حتى الثواريخ طوف ويفتقر الجيش المغربي إلى أي نظام دفاعي جوي بعيد المدى على عكس الجزائر المجاورة التي اكتسبت في السنوات الأخيرة نظاما صاروخيا روسيا وصينيا متطورا للغاية ما يجعل من هذه الصفقة الأولى من نوعها وأشار المصدر إلى أن امتلاك الجزائر للثواريخ الروسية والصينية فيه تهديد صريحة لاستقرار المغرب وهو ما دفع إلى البحث بشكل عاجل عن نظام للدفاع الجوي لتعذيذ قدراته الجوية تستعد مدينة بوجدور خلال اليومين القادمين لاستقبال الأمير القطرية جوعان بن حمد آلتاني وذلك في طار الزيارة للمحمية الجديدة شرقية المدينة على مستوى منطقة الجريفية ويرتقب أن يحل الأمير القطري شقيق أمير دولة قطر الحالي ثميم بن حمد الثاني بمطار الحسن الأول بالعيون عبر طائرة خاصة قادما من مطار قلميمة وذلك قبل أن يتوجه صوب مدينة بوجدورة ومن المنتظر أن يدشن الأمير القطرية خلال هذه الزيارة محمية بيئية جديدة والممتدة على مساحة شاثعة تمتد من شرقي جماعة المثيل إلى الحدود الجنوبية الشرقية لجماعة الجريفية بأقصى شرق مدينة بوجدورة أكدت معطيات رسمية أن المغرب يشهد نهضة غير مسبوقة في مجال التنقيب عن النفط بانخراط 15 شركة عالمية في البحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية للمملكة وأوضحت أسبوعية الأيام أن هذه الشركات تتوفر على 34 رخصة للتنقيب في اليابسة و34 رخصة بالبحر والسبع رخص استغلال ما يعني أن السنوات الأخيرة تمثل أكبر مجهول استكشافي في تاريخ المغرب حيث تراهن الدولة على اكتشافات مهمة في مجال الهيدروكربورات وهو ما يبرر صرف ما يناهز 28 مليار درهم في العشرين السنة الأخيرة في مجال التنقيب والنتيجة وجود مؤشرات تقول الجهات الرسمية أنها إيجابية وقالت الأسبوعية أنه رغم المخاوف والشكوك غير أن بلاغ أمين بن خضر يفسح الأمل بحذر مدام تؤكد أن الدراسات التي تم القيام بها في الأحوال الرثوبية للمغرب تنبئ بوجود العديد من الأنظمة البترولية التي تساعد على تراكم الهيدروكربورات وأضاف المصدر أن مجلس الطاقة العالمية أشار إلى أن الاحتياطات المؤكدة من الصخور النفطية في المغرب قدرت سنة 2013 بنحو 53 مليار برميلة وفي حوار للصحيفة مع أمين بن خضر مديرة المكتب الوطني للهيدروكربورات قالت الأخيرة أن المغرب سبق أن اكتشف الغاز بمنطقة مصقالة بحوض الصويرة وبفضل غازه يتم تذويد معامل المكتب الشريف للفصفادة وزادت وفي المنطقة نفسها تم اكتشاف بئرين بسيد المختار كما تم اكتشاف كيميات متواضعة تذويد الصناعات المحلية الموجودة بالمنطقة كما تم اكتشاف بئرين الغاز بمنطقة تندرارا في حين أن مجموعة من الآبار في عرض الثواحل الأطلسية أظهرت مؤشرات أن فيها غازا ونفطا أصدرت الخارجية التركية في ساعة متأخرة يوم الثلاثة بيانا علقت فيه على اجتماع جامعة الدول العربية الصادر اليوم والذي أكد رفض التدخل العسكرية الخارجية في ليبيا وقالت الخارجية التركية أنه من الواضح أن الجامعة العربية التذمت الثمت حيال هجوم حفصرة على طرابلس بدعم عسكري خارجية ولم تبدي موقفا حاذما إلى جانب الحكومة الشرعية وأكدت الخارجية أن تنفيذ اتفاق الصخيرات يمر عبر دعم حكومة الوفاق الوطنية الشرعية وقالت الخارجية في بيانة نذكر أن نص وروح الاتفاق السياسية الليبية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 يهدفان في المقام الأول إلى دعم وتعذيذ حكومة الوفاق الوطنية التي تعتبر الممثلة الشرعية الوحيد لليبيا ودعت الدبلوماسية التركية جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى القيام بذلك هدى وأكد مشروع القرار الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية اليوم الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكاملة لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتثوية في ليبيا وشدد على أهمية إشراك دول الجوارة في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تثوية الأزمة الليبية وأعرب المجلس في قراره عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم من الوضع المتأذم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسطة ودول الجوار الليبية مؤكدا ضرورة وقف الصراع العسكرية وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر